السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعليش على التأخير النهاردة أكلمكم عن حاجات لازم أنت تحفظ عليها في تربية العصفير في الشتاء بالذات لأن لو أنت لم تفعل ذلك في الشتاء مفيش إنتاج عندك في العصفير ولا العصفير عندك هتنتج ولا هتقدر تحفظ على العصفور ففي الشتاء هنحاولوا لأننا نزبطوا أمورنا من كذا عشان نعدوا بالعصفير بتاعنا في فصل الشتاء لأن الشتاء السناء الشتاء جامع وزي ما قلت في فيديوهاتي الفات دولتوكم أن أنت تحط على الجفز بتاعك استليتش أو تغطي الجفز تمام ماشي تمام أنا عارفين الكلام طب إيه يعني ثاني في حاجات أنت بقى لازم ما تعرضش العصفير بتاعك لو أنت بتربية بلكونة تحط العصفير بتاعتك في مكان يكون بعيد عن الهو يعني ما يكونش مباشر للهو على طول يعني لو أنت مثلا تقدر تعمل استطاع لو البلكونة اللي هستهارة اكفل استطاع على العصفير تمام لكن الهواء المباشر للعصفير ضغل يهم ما بقى تحاول أن تحط استليتش لأن حصل عندي مشكلة بسبب وكذا حد بتكلم في المشكلة دي العصفير بتاع تحطيتها في البلكونة وبتتأذي وفي ناس ياما برضو بتتكلم أن أنا بربي في البلكونة والعصفير عندي أنا بتنتجش في الشت فنتيجا ليه اللي هو بالسبب اللي بيكون الجو تلجى والجو سجى على العصفير تمام فأنت مش موفلهم اللي هم يحتاجين إذا كنت انت بتتدفع عندك في البيت أو بتفضل مستغطي في الجو الشتا دي طب العصفور برضو حط نفسك مكان حاول اللي انت تغطي العفز بالستليتش أو بعازل وبرضو تحط العصفور بعيدا عن السجعة وعن طهارات الهو وطبعا طول الشتا ما فيش شمس العصفير فأنت أتعود بحاجة اسمها ألف دل ثلاثة ايه فيتامين بيعودك عن الآية الشمس لان انت في الشتا ما بيكونش فيه شمس بعد كده ما بتعرضش العصفور لشم وما بيكونش مكشوف ولازم ان العطير أو العصفور يتعرض للشم فأنت أتعود بفيتامين ألف دل ثلاثة ايه مهم جدا للعصفير في الفترة دي عشان العصفير ما تغعش منك أو ما يحصل لكش مشاكل عنده وبرضو الهواء المباشرة بلاش يعني حاول انت تحافز على العصفور بتاعك من أي طيار هوا تمام؟ وتلاحظ مع العصفور في الفترة دي النشاط بتاعه والحركة بتاعته لان الفترة دي بيكون فيه خمول في العصفير فانت لو حصل عندك خمول في العصفير بتاعتك فانت تحاول تشوف الأسباب هل في سال هل في أي حاجة تانية ما بيأكلش فكل دي حاجات لازم انت تلحاجه قبل ما يحصل أي حاجة أي حاجة العصفور بتاعتك ومناعته تقل وزي ما قلت لك كل فترة دي تدي تهم باللمو تمام؟ كده انت بتحافز على الانتاج بتاعك يفضلك شغال لو انت بتنتج في العصفير يفضل الانتاج شغال سليق تمام؟ ومن غير أي حاجة من غير ما العصفير تبطى الانتاج لكن لو العصفير حسيت باي مثلا جالك في المكان أو الهوى والبارد فكده بيبدأوا منعتهم تقل لواحدة واحدة ويبدأوا يروحوا منا فانا نحاول فترة دي نحافز على العصفير بتاعتنا ويقالت لك تعود طالما ما في الشمس في فصل الشتة تعود بفيتامين الف دل ثلاثة مهم جدا الفيتامين ده الف دل ثلاثة للعصفير بيعوضهم عن الشم وعاجات تانية كتير لو ما في الشمس في المكان فبيعوضهم عن الشم وعاجات يامة ويجسمه محتاجة تمام؟ فمهم جدا ولو حصل عندك اي مشاكل مثلا العصروجلوس وهو مثلا مع انتايتو وتبدأ تازل العصفور عن النتاية ضروري لازم وتبعد عن العصفير وتعالجه الوحد فمهم جدا ماشي ومتحاولش انك لو عصفور موري تفضل سايبه مع انتايتو او مع العصفير اللي عنده لان ده خلاص تمام؟ هيوجع لك كل العصفير اللي عنده فانتايتو تازل العصفور العياء وتبدأ تقاوم مناعة العصفير وتتابع معهم يكونوا تعادوا من العصفور زميلهم او لا جاوه هم اسلام تدي بقى رفع مناعة او تدي او فيتامين وزي ما قلت لك لو انت قدرت تتعادي الشتاء وحفظتها العصفير بتاعت في فصل الشتاء كده تمام بس كده ما تنساش تباني اكده فيدة السلام شكرا 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 بلاه شكرا او شكرا اشتركوا في القناة